تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 432 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 100 و3 أطنان مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تمضبط قرابة 48 طن سلع غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط أكثر من 33 طنان وفي مجال حجب مواد البناء تمضبط أكثر من 7 أطنان أسمنت وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تمضبط 15 طن سلع غذائية وغير غذائية وفي مجال قضايا المخابز تمضبط 609 قضايا من بينها 120 قضية خبز ناقص الوزن و99 قضية خبز غير مطابق للمواصفات